وصف رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم على أوكرانيا بالكاريتية وضف أن صمود أوكرانيا من شأنه الحق الخسارة ببوتين وأشار جونسون إلى أن الرئيس الروسي لن يتوقف عند أوكرانيا محذرا من أن روسيا ستهاجم جورجيا ودول البلطيق في حال صمطت أوروبا عن الهجوم على أوكرانيا في أوكرانيا لديهم صحفة حرة وانتخابات حرة وبكل عام تمر فيه أوكرانيا بتقدم نحو الديمقراطية والحرية فهو يخشى من النموذج الأوكراني وهذا قريب منه ففي روسيا بوتين هناك اعتقالات واعتقالات وغزو وغزو وربما يطلق النار عليك أو تسمم